بسم الله الرحمن الرحيم الأسماء المنصوبة في اللغة العربية أكثر من الأسماء المرفوعة والمجرورة لسهولة الفتحة وهي العلامة الأصلية للنصب فلذلك جاءت الأسماء المنصوبة في اللغة العربية أفضل واللغة من شأنها أن تميل إلى اليسر والسهولة نأخذ عددا من هذه الأسماء المنصوبة أولها وأشهرها المفعول به أقول كتب الطالب درسه درسه هذه مفعول به وقع عليها فعل الفاعل ماذا كتب الطالب كتب درسه ودرسه لاحظ معي أنه كون من كلمتين درس والسين آخر لكلمة تضع عليها حركة النصب والهاء مضاف إليه المفعول المطلق وهو المصدر نحو كلم الله موسى تكليما أكرمت زيدا إكراما ضربته ضربا هذا المصدر المنصوب الذي يأتي في الجملة نسميه المفعول المطلق كلم الله موسى فعل وفاعل ومفعول به وهذا تكليما نقول مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المفعول له أقول اجتهدت يسمى أيضا يسمونه المفعول لأجله من تسمياته مثل اجتهدت رغبة في العلم لماذا اجتهدت ما السبب لأجل ماذا اجتهدت أقول رغبة في العلم أيضا عبدت الله حرصا على مرضاته أيضا صليت الفجر رغبة أو أملا في ثواب الله أو سعيا إلى رزق الله هذه كلها سعيا وأملا وثوابا ورزقا كلها تسمى مفعول لأجله هذا مفعول لأجله منصوب إذن نقول مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المفعول فيه وهو يسمونه أيضا الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف ما كان الظروف كلها منصوبة أقول سافرت ليلة هذا ظرف زمان منصوب أيضا المفعول معه وهو الذي يأتي بعد واو تسمى واو المعية أي واو بمعنى مع أقول سرت وطلوع الشمس هذا مفعول معه سرت وطلوع الشمس سرت والنهر سرت وسور الجامعة كل هذه اللي تأتي بعد واو هي واو المعية تسمى واو المعية لأنه يصحا ينب عنها معه أقول سرت مع طلوع الشمس هذا مفعول نقول مفعول اللي هو معه عفوا طلوع مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الحال لاحظ معي قبل أن ننتقل من هذه النقطة أن هنا كلمة مكررة في كل المفعيل أو في كل المنصوبات التالية كلمة المفعول متكررة خمس مرات هذه يسمونها في اللغة العربية لها باب واحد باب واحد يسمونه باب المفاعيل يسمونها المفاعيل وهي خمسة المفعول به والمطلق وله وفيه ومعه أيضا من المنصوبات وهو باب مشهور فيها الحال وهو الذي يصف حالة صاحبه حال وقوع الفعل كيف حاله عندما وقع الفعل كيف حال الشاعر له الفاعل عندما وقف كان منشدا إذن منشدا هذا نقول حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أيضا من الأبواب المشهورة المستثنى وهو الذي يأتي بعد أداة الاستثناء وأم أدوات الاستثناء هي إلا يخرج حكم ما بعد إلا عن حكم ما قبلها أقول تصدأ المعادن فاعل جميع المعادن تصدأ إلا أخرجت الذهب فأقول إلا الذهب إذا أخرجت ما بعد إلا من حكم ما قبلها الذهب هنا نقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لاحظ هنا الملاحظة التي لن بغي أن نذكر بها هنا هي أن هذه المفاعل العفو أن هذه الأسماء المنصوبة أننا نشرح هنا حالة وهي حالة نصب حالة النصب واحدة كما قلنا في الرفع إنما قد يدل عليها أكثر من علامة العلامة الأصلية هي الفتحة لكن قد تدل على على هذه الحالة أو على هذه العلامات أكثر أو على هذه الحالة لحالة النصب أكثر من علامة كانت تخرج إلى العلامات الفرعية للنصب نكمل باب المنصوبات الباب الثامن وهو باب المشهور هو التمييز وهو الإسم الذي يبين الإبهام في اسم قبله الإبهام في اسم قبله أقول عندي عشرون درهم لو وقفت له هنا عندي عشرون هنا إبهام في كلمة عشرون ما المقصود عشرون ماذا فعندما أجاءت درهم المنصوبة فهذا نسميه تمييز منصوب تمييز منصوب لأنها كلمة بيّنت الإبهام في كلمة قبلها اسم إن ذكرنا أن خبر إن يأتي مرفوع العكس أن اسمها يأتي منصوب إن الله الله هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر وغفور خبر ورحيم منصفة أيضا أو خبر ثاني أيضا خبر كان خبر كان أقول كان الجو جميلة لاحظ معي جميلة هنا جاءت إيش جاءت منصوبة لأنها خبر كان إذن كان وإن طبعا وأخواتها تتناوب في حركتها على الجملة الإسمية المكونة مبتدأ وخبر النوع الحادي عشر التابع لمنصوب كما ذكرنا سابقا التابع لمرفوع يأتي مرفوع وهنا نقول التابع لمنصوب يأتي أيضا منصوب وأنواع التوابع للتذكير نقول النعتو العطف التوكيد التوكيد البدل هذه أنواع التوابع في اللغة العربية رأيت محمدا محمدا مفعول به كما مر معنا لكن المجتهد صفة لمحمد ولأن محمد مرفوع فتأتي أيضا منصوب فتأتي أيضا منصوبة أقول رأيت محمدا المجتهدا أتقنت القراءة القراءة مفعول به منصوب هنا واو اللي حرف عطف الكتابة ولا الكتابة لا شك أنها الكتابة بالفتح لأنها عطفت على القراءة والقراءة منصوبة فهي تأتي منصوبة مثلها أيضا التوكيد أكرمت الطالبين الطالبين ما إشعراب الطالبين الطالبين مفعول به منصوب إش علامة النصب الياء لأنه مثنى لاحظوا معي هنا الياء لأنه مثنى كليهما توكيد توكيد للطالبين ولأنها منصوبة فهي تأتي أيضا بالياء مثلها منصوبة كليهما منصوبة مثلها النوع الرابع من أنواع التوكيد هو البدل مر معنا سابقا وقلنا ينوب اسم عن اسم يمكن أن يبدأ الاسم من اسم ويأتي في محله وبالنفس المعنى أقول نصر الله نبيه محمدا نصر الله نبيه محمدا أو نصر الله محمدا نصر الله نبيه نصر الله محمدا نبيه كلمة نبي ومحمد تتناوبان فهي مبدلة منها فمحمد بدل من نبيه هنا جاءت هذه إعرابها مفعول به أنه وقع عليها نصر الله نبيه مفعول به منصوب وهذه بدل منها فتأتي أيضا منصوبة مثلها ترجمة نانسي قنقر